بسم الله شكل الامتحان بيجي ازاي في الاتوكات هو بدين خطوات امشى عليها يطلع لي رقم معين فاكتب الرقم دوت او اطلع لكم معين زي مثلا ممكن يقول لي ارسم ريكتانجل تمام وبعد كده مثلا يقول لي اعمل الشمفر فهد امر الشمفر تمام امر الشمفر بلايها عند اختيار مثلا يقول لي خلي الديستنس مثلا برقم معين فاكتب الرقم دوت وابدأ اعمل الشمفر من هنا مثلا الهنا من هنا الهنا ممكن يقول لي اس المسافة بقى من منتصف ده للمنتصف ده تمام فهرسم دايمينشن عايز ارسم المنتصف هدوس شيفت وقول له ميت بوينت من هنا لميت بوينت ده هنا تمام ده الماس فاكتب له الماس دوت تمام ممكن برضو يمتحن في البولر تمام يعني اجي هنا مسلا يقول لي البولر مزبط على كام فاجي اجي اجي هنا مسلا تسعين ممكن يكون مزبط على خمسة عشر فده مسلا على سبيل المسال ممكن يقول لي خاصية ده مسلا معين ايقول لي الديمينشن دوت تمام يقول لي اي خاصية من دول بقى ممكن يسألنا عليه يعني اقول لي الديمينشن اللي انت رسمه ده كام فاجي هنا اقلاقي الديمينشن كذا او تيكيست اوفيت تمام انا محدش حافظ الامتحان محدش عارف شو الامتحان بيجي ايه بس ده مثال طريقة الامتحان بدل ما تفاجأ في يعني هو الفكرة كلها انه هو بيقول لك رسم حاجة ويقول لك بص على الخصائص او بص على معلومة معينة ممكن يقول لك اكتب تيكيست تمام وتكتب مسلا يقول لك اختار اللي ستايل فلاني وبعد ما تكتب يقول لك طيب انا عايز عرف الويتس فاكتورة دي ايه او او الروتيشن او تيكيست هاي تمام يسألنا على معلومة من المعلومات اللي هي موجودة هنا تمام ممكن برضو يقول لي ايه التيكيست او ايه حاجة ينفع تبقى نوتيشن سكيل يعني تتغير لما غير السكيل بتاعه تمام زي مثلا ننتج هنا فقول له خلاه مثلا واحد لعشرة فتلاقي بعض العنصر اتغيرت تمام سواء تيكيست او سواء ايه حاجة تمام عادة تيبل تيبل ما بتغير الشي لما بتغير الانوتيشن بتاعه تمام طيب ايه ممكن ده ادخل في الستايل تمام تدخل في الستايل وتعدل القيام بتاعته تمام اجي هنا في الان افعل نواء الانوتيتي بحيس يتغير لما الماس يتغير تمام لو جيت هنا وبعلت ادي سكيل توانتيتيف وجيت غيرت هنا مسيخيات واحد الاثنين هتلاقي الحاجات غيرت تمام ده سواء دايمنشن سواء كتابة سواء اي حاجة ما عادة تيبل تمام ممكن برضو يقول لي ايه الفرق بين الان انا احدد من اليمين للشمال فالبقى احنا ممكن احدد بكال طريقة ممكن من اليمين للشمال وممكن الشمال اليمين وممكن ادوس واسحب فاتلاقي نفسك بترس بشكله بالطرقة ديت تمام دي دي من الامثلة في في اوامر التحديد تمام دي مجرد امثلة للحاجات يعني هو ممكن يمسك جزئية معينة ويسألك فيها مسلا زي الليرات يقول لك مسلا انا واحدة من دول اللي بتعمل شفية انا واحدة اللي تبنع الطباعة انا واحدة اللي تغير في الفكرة كلها ان انت تكون شغال فعلا بيديك في في البرنامج وشغال فعلا حقيقي باش مجرد سمعت شوات فيديوهات على النت وفي الامتحان تكون هادي وتحاول تريد السؤال كويس وتننفس خطوة خطوة اطلع لك النتجة على طول يا مشكلة الامتحان بس ان هو ساعتين وخمسة وتلاتين سؤال فلازم الواحد يكون شغال على البرنامج كتير ودي ماشية وربنا يوفقكوا جميع ان شاء الله